معنا من باريس أستاذ الفلسفة السياسية دكتور رامي خليفة العالي أهلا وسهلا بك دكتور رامي معنا إذن الرئيس ماكرو هو الرئيس لدولة أجنبية الغربي الوحيد الذي شارك في جنازة الرئيس الشادي إلى أي مدى برأيك الدعم الفرنسي لهذه العملية الانتقالية يعني مهم خاصة في ظل استمرار الحركات المتمردة بتهديدها أهلا بك كارولينا تحية لك ولمشاهديك الكرام باعتقادي بأن فرنسا أبدت موضحا موقفا واضحا خلال الساعات القليلة الماضية مع وصول الرئيس الفرنسي للمشاركة في جنازة الرئيس الشادي وأيضا اللقاء مع نجله الذي يتزعم الآن المجلس العسكري تعلم فرنسا بأن النظام السياسي الآن والأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية الحقيقة في وضع لا تحسد عليه وتعلم بأن هناك الكثير من الأخطار التي تتهدد النظام أتشادي المدعوم فرنسيا حقيقة طوال العقود الماضية وبالتالي ذهاب الرئيس الفرنسي للمشاركة في مراسم التشييع وكذلك لقاء نجل الرئيس والذي الآن هو محمد دريستيبي الذي هو المؤهل لأن يترأس هرم السلطة التنفيذية في أتشادي وبالتالي كل هذه إشارات واضحة بأن فرنسا ملتزمة بدعم هذا البلد ودعم النظام السياسي الانتقالي بالرغم من كثير الانتقادات في الدول الغربية إلى ما يحدث الآن في أتشادي تعلم فرنسا بأن هناك ثلاثة أطراف ربما تمثل خطرا على النظام السياسي الجديد إذا شئت كارولينا الطرف الأول وهي الجماعات المسلحة في شمال البلاد والتي أوقفت مؤقتا إطلاق النار ولكنها هددت باشتياح العاصمة إنجامينة خلال الأيام القادمة الطرف الثاني هي الجماعات الإرهابية التي تحاربها فرنسا أصلا في منطقة الساحل والصحراء وهناك حيث هناك سيولة في الدولة والطرف الثالث هي المعارضة السياسية الموجودة داخل قبيلة الزغاوة وهي القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس الراحل ونجله وبالتالي فرنسا الآن تعطي رسالة واضحة بأنها ملتزمة بدعم النظام السياسي الجديد هل هذه الرسالة كافية دكتور رامي أم سنكون في المستقبل القريب ربما أمام بعض خطوات عملية أكبر من فرنسا أولا هل هي كافية باعتقادي أنه إلى الآن حتى الآن فرنسا تقوم بما هو مطلوب منها من الجانب الشادي لكن الأمر مرهون أيضا بالقيادات الشادية والقيادة الجديدة إذا ما كانت تستطيع أن تمسك زمام الأمور وتستطيع أن توجد تفاهم أولا على مستوى القبيلة وعلى مستوى العائلة طالما أن هناك تغلغل في مؤسسات الدولة وهناك إمساك بالمفاصل الأساسية وبالتالي على الرئيس الجديد رئيس المجلس العسكري أن يوجد تفاهم ما بين أطراف قبيلته بالدرجة الأولى ثم المسألة الثانية هو ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية وبالتالي فرنسا هنا يمكن أن تلعب دورا أساسيا ما الذي تستطيع فرنسا أن تقوم به الكثير الحقيقة أولا الدعم السياسي فرنسا كما تعلمي كارولينا نافذ سياسيا في تشاد وفي دول الساحل والصهراء بشكل عام وبالتالي لديها نفوذ عسكري نفوذ سياسي ونفوذ أمني في هذه المنطقة كذلك لفرنسا تأثير على الدول الجوار الذين يمكن أن يساندوا تشاد في المرحلة المقبلة أيضا لفرنسا وجود وتأثير على الحياء القبلية في تلك المنطقة وبالتالي كل هذه الأوراق التي تمتلك فرنسا تجعلها رقما صعبا في المعادلة السياسية ألي تتكرس الآن في تشاد وهل أيضا البيان الذي صدر عن دول الساحل الذي دعم بطبيعة الحال كما دعمت فرنسا تشاد والعملية الانتقالية يمكن أيضا أن يسهل المهمة الفرنسية إلى حد ما لا شك بأن الأمر أيضا مرتبط بالتطورات التي يمكن أن نلحظها خلال الأسابيع القليلة القادمة وتطورات الأمنية وهل القيادة الجديدة سوف تستطيع أن تفرض نفسها أيا كان الدعم الفرنسي فذلك لن يكون بديلا عن التحركات العسكرية والأمنية التي تتم على الأرض وبالتالي أي دعم خارجي حتى لو كان دعما عسكريا مرهون بقدرة القادة العسكريين والقادة السياسيين في تشاد على لملمة الأمور وعلى إمساك زمام الأمور إذا شئتي في هذا البلد والدفع قدما باتجاه حالة من الاستقرار السياسي فرنسا يمكن أن تكون مساندا قويا وهي أعطت رسالة واضحة إلى تشاد وإلى دول المنطقة بأنها سوف تدعم النظام الجديد ولكن الأمر بحاجة إلى الكثير من التحركات والإجراءات التي يجب أن يقوم بها النظام السياسي الجديد القائم حاليا في تشاد شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من باريس أستاذ الفلسفة السياسية دكتور رامي خليفة العلي شكرا جزيلا لك